تكلمني يا دكتور عن أول معرفة اللي الجمالة العمومية تأجلت وكمان لما عرفت بطولات أفريقيا تأجلت عملته إحنا الحقيقة كنا حطين خطة على أساس نحن عارفين عندنا بطولة أفريقيا لأربع عمر سنية مؤهلة لبطولة عالم صحيح فبدأنا نقول إن إحنا إزاي هنعمل الترتيب ده والكلام ده بالرغم إن كان فيه انتخابات مجلس إدارة للتحادد أفريقي وتغير الدكتور عامل وجدت مدام بشرة من المغرب وبالتالي كنا عايزين نعمل خططنا على أساس البطولات والأجندات اللي عنده حضرت بالضبط لأن الأجندة بتبقى معروفة سنوية وللأسف لما تغيرت الأمور حدث كورونا والكورونا زادت فالتحاد الأفريقي ما قدرش يعمل اللجان والحاجات دي ولا الاجتماعات عشان يحقق وفجأة لقينا نفسنا إن هي فيه ثلاث بطولات هتتعمل وبتواريخ اتحددت يعني التواريخ لأن الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد الأفريقي إنه يعمل الأعمار السنية دي كلها ويدي النتاج بتاعتها قبل يوم 28 فبراير إيه دا؟ آه ليه بقى؟ لأن دي مؤهلة لبطولة العالم عشان يقدر هو يكمل أجندته كمان بالضبط عشان يقدر يرتب هو من الفرع اللي طلعه ويبدأ كمان كمان بطولة الرجال وسيدات صحيح طبعا بدأوا الأول خالص قالوا إن البطولات هتتلعب ثلاث بطولات وللأسف فجأنا فجأة إن ما فيش ولا حد تقدم بطولات لأن إحنا مصر طلبنا إن إحنا ننظمها فالحقيقة بدأت تجينا أخبار إن في بطولات في موعد معينة فبدأنا إيه؟ نستعد ليه بالضبط يعني يا دكتور ما عليش أن أسف قطعت حدقك يعني إحنا كنا طلبنا نصادفها البطولات دي وبعد كده ما كانش فيه فرق مشاركة فتم إرجاعها هي لا كان فيه فرق بس هي للأسف كل الفرق اللي هي قالتنا هتشترك ما بعثتش الموافقات لازم حاجة ريت مكتوبة إن إحنا جايين فتم إرجاعها يا دكتور سمزبوط هي مش تم إرجاعها هي تم إلغاءها إلغاءها تم وبعد كي جال حددك أخبار إنه بالأخبار جالنا بقى قرارات متع الاتحاد أفريقي إنه هيقام بطولتين اللي هو شبات وشباب لما واحد وعشرين الشبات اللي كل بطولة مختلفة عن التالي الشبات دي كانت موعدها قبل بطولة الشباب تمام اتأجلت برضو وبقت واحد مارس تمام هتتلعب في الشباب بقى دي هتتلعب في نيجيريا ورايحين إن شاء الله شبات إن شاء الله بإذن الله هنحنا جمعنا للمنتخب ويتمرم طبعا بتمرم من يا كابتن؟ النهاردة بس الشبات ما بقتش شبات بقى ناشئات ناشئات تمام الراحين تحت 16 سنة تمام فإحنا عينا كابتن أبريم فخر الدين تمام مدير المنتخبات القومية تمام اسم كبير آه طبعا وبعدين كابتن نجلاء فؤاد المصري عيناها مدير فني فريق 18 سنة اللي هو الناشئات اللي هيلعب في نيجيريا وعيناك كابتن هاني عبد الحميد لفريق الشباب اللي هو 21 سنة هتتلعب في مصري هتتلعب إن شاء الله يوم السابق أو المباراة ما يشي احنا نروح لها بس أنا الرحل البعيد أكتر الشبات أو الناشئات ناشئات ناشئات نجير طيب الفرق اللي أكدت اشتراكها كم فرقة في نيجيريا هم يعني على ما اعتقد لأنا سمعته وعرفته أنه هم أربع فرق أربع فرق طيب يعني نيجيريا أكيد هي البلاد المضيفة يعني اللي بصديقة تبقى موجودة مصر بقى تتخلصها وممكن يكون كورغ وتونس والمغرب بس إحنا سمعنا أن تونس مش عادرة يمكن السورة دي الكابتن إبراهيم فخر الدين وكابتن رقوف عبدالقادر وحضرتك كابتن ولا يمكن السورة مش واضحة آه لأ هي دي كانت طولة أفريقيا وكنا كذبينين أول أفريقيا أسابة كبيرة أسابة كبيرة جدا وصورة دي الصورة دي يعني ايه فيها من العظمة والتاريخ في كل الطائرة يعني حاجة كبيرة جدا الحمد لله يعني الزكريات وتاريخ كبيرة جميل الزكريات فعلا جميل طبع طب احنا خلاص نروح لبطولة نيجيريا عندنا أربع خمس فرق فرق تمام موجودين معنا تمام وأكدوا هنروح إن شاء الله وخلاص احنا حجزنا يوم واحد مارس هنمشي من هنا والبطولة حتى خلاص تسعة مارس إن شاء الله ممتاز طب فرصنا ايه دكتور فرصنا كبيرة لأن ما شاء الله الفرقة عندنا كويسة بس هي المشكلة الحقيقية إنهم اتجمعوا فطرة قليلة ليه زي ما قلت لك جمعناهم في الأول ولغينا التجمع طبع وبعدين لما جات البطولة دي تعالوا تعالوا قعدنا طبعا أسبوعين أو عشرين يوم وتدخل البطولة إعداد مش منتظم طبعا بس مش من عندها حدكة دكتور لا مش من عندها يعني الإعداد غير منتظم نتيجة الأحداث العالمية طبعا 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 وبعدين يعني إحنا بدأنا عشان نصفي اللعيبة بدأنا حوالي 27-28 لعيبة عشان تصفي وعشان تصفي عشان تبدأ تركز طبعا أنا عايز أقول لحضرتك وتوضح لسادة المشاهدين اختيار اللعبات كان بيتم إزاي يمكن حضرت سيستم والنظام أول مرة يطبقى في الاتحادات بضبط إحنا الحقيقة طبعا حضرتك طبعا أبو كاباتم كلها إحنا حقيقة الفولي بول قررنا إن يكون اختيار المنتخبات بالسكاوتينج بالإحصائيات بمعنى حضرتك عارف طبعا إن الفولي مراكز صحيح فكل مركز كان بيتعملوا سكاوتينج لوحد الفولي داتا أو السيستم بتاع هو الفولي داتا مش كده أي بالضبط داتا فولي بالضبط والحمد لله احنا عندنا ناس دلوقت في تاتا فولي على أعلى مستوى صراحة صراحة يعني ودارسين كويس جدا وطوروا نفسهم طبعا فكل مركز كان بيتحط فيه مثلا أربع لعبات أو خمس لعبات أو أربع لئمان خمس لعبين بيتعمل سكاوتينج عليهم من عمل مثلا أحسن أكتر عدد بلوكات أكتر عدد ديفنس أكتر عدد سيبال أكتر عدد الضرب في الآخر خلص بيطلع لنتيجة خلاص دي ما ما فيهش قم لا تكذب طبعا ما فيهش كلام يعني